يعني نحن اليوم كمجتمع شهبة أو كمجتمع شرق أوسط بشكل عام من قديم مو من هلأ هذا الشي يعني نحن عندنا هذا الزواج القاصر يعني صار أنه ضمن المجتمع شي طبيعي ظاهرة كتير طبيعية يعني البنت لما تقطع مرحلة 18 يعني بتنسع معانس بيصير عندنا كتير هاي المشاكل وكتير هذا الشي وهي الضغوطات على المرأة موجودة من زمان مو من هلأ بس نحن هون إذا بدنا نحكي على الوضع هلأ من عشر سنين أنه لوضعنا هذا ولا يومنا هذا يعني يلي عم يصير هون بالشهباء صار ضغط أكتر صار زواج القاصر ظهر أكتر صار حتى الأعمار يلي بتنفيها زواج القاصر صارت أصغر يعني في عنا هون قرى نحن إذا بدأ أحكي بس عالشهباء حاليا ضمن الشهباء يلي نحن موجودين فيها يعني إذا بدأ أحكي في بعض القرى بل 12 سنة بنت 13 سنة حامل وهذا الشي له تأثير كتير كبير يعني أول أول تأثيراته هو الطلاق هذا يعني إذا بعدنا نحن أو ما طرقنا للمخاطر الصحية والجسدية أول تأثيرات يلي بتأثر سلبا عن نفسية المرأة والمجتمع تأثير بيكون كتير سلبي وبتطلع مشاكل تانية بتظهر بعد زواج القاصر وبعد الطلاق يعني اليوم إذا ما في زواج قاصر ما رح يكون في تعدد زوجات دائما دائما لما بيكون في زواج قاصر بيتبعوا حالات الطلاق الكتيرة اللي بيتسبب بهاي الحالات هو زواج القاصر بعدها بيصير تعدد زوجات لما البنت بتكون مطلقة بعمل 15 سنة يعني أي رجل بيتزوج مرتين وثلاثة وأربعة يعني نحن أكتر معاناة من عانيها هون كمجلس مرأة أو كلجنة عدالة اجتماعية بمجلس المرأة هي هاي الظواهر يعني قبل هذا الشي كان موجود قديما كان موجود هاي الظواهر بس إذا بنا نحكي على وعي الجيل يعني قبل كان في درجة من الوعي أوعة يعني ما كانت تتمارس بحق الجيل هاي الحرب الخاصة اللي هلا عم تتمارس يعني هلا التأثيرات مثلا عم نشوف في كتير حالات يعني كلها يعتنا منعرف مثلا علميا كلها يعتنا منعرف أنه مرحلة البلوغ ما بتتم لبعض 18 كجسدية هلا عم نشوف مثلا في بلوغ في مثلا اكتمال مثلا كجسد كأنه مظهر جسد في اكتمال بس كعقل هذا الشي ما نو موجود يعني هون كأهالي مثلا بتشوفي يعني الثقافة اللي بيعطوها للبنت أو للشاب بداية هي الثقافة أنه ثقافة الزواج أنه الارتباط الحياة المشتركة بس ما فيها يعني أنه حياة مشتركة صحيحة ما فيها هذا الشي زواجه بس يعني البنت بتصير بعمر الـ 12 بتصير كلمة جالسة أنه ما بتكون مع البنات اللي بعمرها لا دائما بيكون المتزوجات النساء دائما هذا الحديث يلي بيكون أكبر من سننا بكتير لحتى بتكون مؤهلة عقليا لهذا الشي لهذا الزواج لهي الخطبة لهي الأمور هاي كل ياتا بس بعدين هون عبصير عنا مثلا عبصير انتكاسات بهذا الوضع من عم تصير أنه مرحلة طلاق عبتظهر مثلا عم تصير حالات هاي الطلاق عم تظهر عنا مثلا مشاكل لا أخلاقية عبصير يعني الحرب الخاصة اللي عم تلعب دورها كتير كبير وتأثيرها كتير كبير هون عجيل الشاب إذا بنات أو شباب هون نحنا عنا كمجتمع شهباوي يعني عم يصير ضبط هاي الأمور قدرة المستطاع بس إذا بدنا نقيم سوريا بوضع بشكل عام لا هون فيه عنا كتير انحلال مثلا إذا بننطلع مثلا على وضع المخيمات يلي بطرف المحتلة التركي إذا بننطلع على وضع المخيمات يعني يعني دعارة مشارعنة بامتياز كلها يتمن وراء زواج القاصر يعني نحنا هون كمجتمع شابيع عنا زوجة الشهيد مقدسة ومن المقدسات عكسا هني تماما زواج مرة ومرتين وثلاثة وأربعة هذا الشي هو اللي دائما عم يأثر سلبا قدام مشوارنا نحن كمجلس مرأة قدام الحركة التحريرية يلي عم تقوم فيها المرأة بين المجتمع يعني أكتر عملنا هو عملنا اجتماعي دائما بناصر المرأة دائما لحرية المرأة دائما لوعي المرأة بس نحنا هون كمان بنفس المكان أو لما نبلش من نفس النقطة بنرجع لورا درجة أو درجتين أو خطوتين يعني عم يصير عنا ضغط يعني هتا دخلاتي اللي عم تصير دائما عم تحارب الشباب والمرأة إذا بنحكي عالحلول كمان مثلا حلول لحد من هاي الظواهر الحلول هو الوعي هو التقبل مثلا تقبل التقبل الشعب هون أو تقبل الأهالي لحتى أنه تتغير هاي الزهنية أنه مثلا أنا بنتي مقاصر أمتى يعني أمتى بيصير عندهم هاي الظواهر لما بيزوجوا بنتهم عمروا 12 سنة وبتصير حال الطلاق وبتصير كارسة مثلا أنه ضمن هاي العيلة وما بيرجعوا مرة تانية أنه الإنسان مثلا بياخد درس من هذا الموضوع لا يعني تجي بتناقش كتير أهالي اي أنا تزوجت هيك يعني اليوم اللي عمرها 50 سنة تزوجت يمكن مع عمرها 15 سنة كانت تتمارس بحق الحرب الخاصة مثل ما هلا عن تتمارس على بنت الـ 14-15 سنة أكيد لا أنا ما عم أقول هذا الشي صح هاي الفكرة صح بس قبل يعني فيه اضطهاد بحق المرأة فيه ظلم بحق المرأة فيه هاي الأمور بس ما كان منتشرة الظواهر هاي اللي هلا عم نشوفها نحنا بمجتمعنا والثقافات اللي اللي جابوها المجتمعات التانية لعنا نحنا تأثير عم بيصير على الفئة الشابة كتير كبير يعني ثقافاتنا بتمدل مجتمعنا بصلحة هون عم يعني عم تتمارس هلا بسوريا زواج المتعة وزواج التجارة وزواج وزواج يعني بتسمعي بأنواع زواج نحنا ما سمعناها الزواج معروف مؤسسة الزواج أهم مؤسسة بالعيلة أصغر مؤسسة وأهم مؤسسة تنطلق للمجتمع بس الشي اللي صار هون عنا تم تسييس هذا الدين لحتى يخدم مصالحا لحتى يخدم حربهم الخاصة لحتى انه يوصلوا انه لمرحلة بيعرفوا كالمجتمع شرق أوسط بيتأثر بالدين يعني كتير مثلا بتشوفي فيه شخصيات مؤسرة من رجال الدين بيأثروا بهذا المجتمع يعني علما اليوم يعني أي شخص يعني الدين معاملة أي شخص إذا بده يستخدم عقله بشكل منيع بالنسبة للدين ما بيبعد عن المجتمع أبدا ورح ينشر فكرته صح أي دين من الأديان بس نحنا هون عم يصير عنا تسييس الدين لحتى يستخدم بهذا الشكل لحتى يأثر على المجتمع يعني اليوم يعني بده ينهدم أي مجتمع كيف ينهدم بالمرأة والشباب وهذه اللي عم يصير وهذه اللي عم نعاني منه يعني الحل هو الوعي هو دائما بده يكون دائما فعاليات دائما اجتماعات دائما تجمعات للمرأة دائما نشر الوعي دائما بده يكون عنا الوتيرة النضاء المرتفعة لحتى نحسن نحد من هاي الظواهر يعني لما نحد من ظاهر الزواج القاصر رح ينحد من تعدد الزوجات رح اتقل المشاكل اللا أخلاقية بس لما طالما يكون في زواج قاصر في أغلب المشاكل اللي عم نشوفها بالمجتمع اللي ما كانت موجودة قبل يعني مثلا الاستقلال إذا بلد ما فيها استقلال بلد فيها احتلال أي استقلالية هايضة تصير بالزواج يعني أكيد مؤسسة فاشله يعني بيقول القائد حتى العصافر قبل أن تتزوج تبني عشاشها يعني نحن اليوم يعني البيت ما في استقرار مثلا ما في إنه مجتمع كأنه عمل يعني حتى الشباب يلي موجودين ضمن سوريا عمل ما في يعني أي استقلال هاد بدي يكون مستقبل مؤمن كمان ما في دائما بلد حرب بلد تهجير بلد نزوح بلد عم نصير فيها تغيير دموغرافي أي استقلال هادة نحن ما نفكر الاستقلال هو الزواج أو مثلا أو تأمين المستقبل هو الزواج لا لازم يتأمن المستقبل من كل جوانبه من الجانب المادي والجانب المعنوي بس نحن بعيدين عن هادة الشي خلص من كبر الشاب صار عمره 15-16-17-18 سنة يعني هلا زواج القاصر جريمة بحق البنت و بحق الشاب كمان نحن هلا دائما مثلا عم نقول إنه ممنوع زواج القاصر للبنت بس نفس الشي الشاب لما يكون قاصر ممنوع وغلط وجريمة يعني نحن عم نقول ممنوع كقوانين بس جريمة كمان بحق الإنسانية جريمة بحق طفولته جريمة يعني هون نحن لما عم يصير عنا هيك رأسا عم يتزواج ما بيعرف قيمة للحياة ما بيعرف قيمة للشركة الحياة اللي عايشة معه يعني قيمة للطفل ما عم يعرف إذا الأم وإذا الأب لهيك تكتر حالة الطلاق يعني كتير ناس لما عم يتم الطلاق عم يتركوا أولادهم يمشوا أنا تزواجت بعمر صغير يعني زواجت زواج قاصر تحت سن القانون كنا نتبع يعني أهلينا يتبعوا العادات والتقاليد فيعني بالزمان ما كانوا ياخدوا رأيي البنت خلص المهم يمشوا على العادات المتقاليدة مثلا إجي ابن عم يعني يخطبها خلص بدون ما ياخدوا رأيي أو شي خلص أنت لأ ابن عمك فيعني كنا يعني مرضى بهالشي هذا فزواجت بالعمر 13 سنة تقريبا مرقت بحياة صعبة كتير بالنسبة لي يعني كنت صغيرة ما أعرف شو هو الزواج الزواجت بهالسن هذا وبعد زواجي بسنة صر يعني عندي حمل حملت ورغم أنه أنا طفلة لسا يعني ما أخد حق طفولتي فيعني غلبت على أمري مشان هيك شفت كتير صعوبات بحياتي يعني زواج مسؤولية بيت تعم مسؤولية الزوج ما يعني ما أركز على شي وبالأخص إذا كان الزوج عسكري يعني مسؤولية كبيرة مو صغيرة أول شي حرمت من دراستي تاني شي حرمت من طفولتي يعني أحس هيك يعني هالحياة كلها هيك يعني صعبة لكل أم تعيش هيك يعني لازم ما يكون هيك برأيي أنا خالص لازم تكون كل أم تربي وتزوج بنتها يعني بعمر يعني فوق سن القانوني بـ 26-27 تاخد البنت كفايتة من الحياة تاخد حق طفولتها يعني تكون متعلمة دارسة تكون قيادية حتى تعرف تقود البيت وبيت الأحمى حي إذا ما نضل نمشي على عاداته والتقاليد يعني تروح على بيت أحمى بذكر موقف لهلا ما بيروح من الدامي أول ولد ولدته فالدكتورة كتير يعني استغربت إنه طفلة وعم تولد طفلة بالـ 13 أنا ضليت سنة تلك بين حملي وزواجي سنة 14 سنة إنه طفلة وعم تولد طفل يعني كيف هي بدها تربي كيف هي بدها تكون قادرة تعيش بين هالمجتمع وتربي هالطفل هذا أنا بتمنى وبوجه النصي للإمهات والأبهات والكل بشكل عام إنه يمنعوا هذا الزواج القاصر حتى البنت تتعلم تاخد حق طفولتها بالبداي وبعدين تدرس تكون مسقفة أقل شي حتى تعرف تعيش ولادة تعلم ولادة على هوي المجتمع أحيانا لما نناقش بهيك أمور بيقولوا أول شي العادات والتقاليد التاني شي بيقولوا مسألة الحرب يعني هالحرب بسوريا يعني خلانا نأمن على أطفالنا ننزوجهم يعني أحيانا مسألة الاقتصاد مثلا يعني إنه هم يعيشين بوضع فقر فبيجوزوا البنت حتى يعني أمنوا مستقبلها هني هيك على أساس ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر